سيتم إطلاق أول عملية لإصدار سندات المساهمة بعد موافقة لجنة بورصة الجزائر للتعاون مع مصرف السلامة للقيام بأول عملية عبر إحدى المؤسسات المالية لإصدار هذا السند خلال ثلاثة الأول من العام الجاري هذه السندات من المنتظر أن تتماشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية جانب هذا تعسكوك الاستثمار أو المنتجات المالية التي متعامل بها في سوق المال في البورصة أن المعاملات المجلسية المالية تنحصل فقط في البنوك إنما كذلك في إسواق المال في البورصة عملية أولية لنشرح فيها مع مؤسسة المالية في إصدار سندات مساهمة سندات مساهمة لنعدل فيها نوعا ما كما جاءت في القانون حتى تكون متماشية مع حكمة الإسلامية كمنطلق وكمدخل لتطوير ما يسمى بصناعة السوق في الجزائر صناعة السوق تسمح بتعباد إدخار عن طريق سوق المال دون المرور بالعمليات البنكية المعروفة وهذا السوق هذه ستسمح ربما بتعبئة جزء كبير من الإدخار العام اللي ربما موجود خارج السوق المصرفي الزبون المستثمر أو المكتتب في سند المساهمة يتقاسم أرباح المؤسسة التي تصدر هذه السندات بطريقة آلية هذا في نسبة سندات المستثمار راح يكون الزبون أو المستثمر ليكتتب في هذه السندات المساهمة يعني الأرباح تاع المؤسسة لتصدر هذه السندات يعني هو نوع من أنواع المشاركة في أرباح من المنتظر أن يصدر مصرف السلام سكوك الإيجار وسكوك المشاركة قريبا ولأول مرة في الجزائر وهذا خدمة للاقتصاد الوطني وتمكينه من تمويل مختلف المشاريع